ترجمة نانسي قنقر رئيسة المؤتمر الافتراضي لدعم منظمة الابتكار وريادة الأعمال تحية لكم فردا فردا وبعد نجتمع اليوم لتأكيد تواصلنا والتعرف على نتائج المؤتمرين السابقين والتعرف أكثر على مفهوم ريادة الأعمال التي تشغل فكر الاقتصاد السياسي والذي عرفها لأنها عملية تحديد والبدء في مشروع تجاري وتوفير المصادر وتنظيم الموارد اللازمة فالتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتافر جميع الجهود شبابا ونساء ورجالا في بيئة حاضنته جيدة وقد ازداد الاهتمام بريادة الأعمال في الوقت الحالي خاصة مع انتشار كوفيد-19 واتجاه الآلم إلى التكنولوجيا بفروعها المختلفة والمتنوعة مما جعل السباق المعرفي يتزايد لدى رواد الأعمال لمعرفة المشكلات التي تواجه المجتمع وكيفية رسم الحلول ووضع الدراسات وخلق المبادرات الإيجابية المتميزة والمتعلقة بتأسيس الشركات والمنظمات الجديدة ما يعني مساهمتها الفعالة والقوية في دعم احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة أيها الحضور الكريم نحن في معهد المرأة للتنمية والسلام نولئ اهتماما كبيرا بدور المرأة كصانع انهام في التنمية وإذا كانت فلسفة التنمية المستدامة تعتمد على التنسيق الكامل بين الأجهزة وبعضها وتصور السياسات المستقبلية للدولة فإن المرأة تشكل عامود التنمية لأن تمكين المرأة في المجتمع وريادة الأعمال حق أصيل لها وليس مكسب وهي جديرة به فالمرأة الكويتية مثلا بصورة عامة قد تجاوزت الكثير من التحديات والمعوقات وأصبحت واضحة في كل مشهد وستطعت المرأة الكويتية أيضا التفوق في الأعمال الخاصة وبرز هذا في كثير من مجالات العمل خاصة في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أحرزت المرأة الكويتية تقدما نوعيا وملموسا في مجالات المساهمة في النشاط الاقتصادي والسوق العمل حيث تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل من 55% عام 2015 إلى 58% عام 2020 وأخيرا فإن بناء بيئة جيدة حاضنة لريادة الأعمال تتطلب وجود هيئة أو مؤسسة تنضوي تحتها طاقة الأعمال الخاصة بالابتكار والتكنولوجيا أمل أن يكون هذا الاختراح محل تنفيذ إن شاء الله مستقبلا في تاما كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر ولكل من شارك وأثرى بإلقاء كلمة أو مناقشة مع تمنياتي بالنتائج الطيبة لكم والسلام عليكم شكرا سعدت الدكتورة كوفر يوان